اللهم اجعلنا أماناً لأهلنا واجعلنا سلاماً لقلوبهم اللهم إنا نسألك ألا تجعل واحداً منا سبباً من أسباب كسر خاطر شريك حياتي واجعلنا يا ربنا باباً من أبواب لطفك ورحمتك التي تنزل على البيوت اجعلنا يا ربنا حصناً يتحصن به كل من يريد أن يدخل في أمانك جعلنا أماناً وسلاماً وسكناً ورحمة ومودة على كل أحبابنا وخاصة أهل بيوتنا الذين أودعتهم في أمانتنا اللهم اجعلنا من أهل حفظ الأمانات التي تجلب عليهم عظيم البركات يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ارزقنا دائماً توفيقاً ومدداً يجعلنا من المخلصين والصادقين يا رب العالمين